أعربت جامعة الدول العربية عن تأييدها التحرك الذي يقوم به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للتعامل مع الأزمة التي أدت إلى إعلان عدة دول عربية قطع علاقاتها مع دولة قطر وذكرت الجامعة العربية في بيانة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيطة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والذي اطلعه فيه على تطورات التحرك الذي يقوده سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لإنهاء الخلاف الحالي وأوضح البيان أن أبو الغيط ثمن خلال الاتصال الجهد الكويتي وتأييده له معتبرا أن ما يقوم به سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يمثل كل العرب وليس فقط مجلس التعاون الخليجي وفي السياق ذاته أكدت فرنسا اليوم الدعمها لجهود دولة الكويت لرأب الصدع الخليجي وإيجاد حل يعالج أسباب الخلافة وذكرت الخارجية الفرنسية أن فرنسا ترتبط بعلاقات وثيقة مع كل دول مجلس التعاون ترجمة نانسي قنقر